موسيقى 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 اللي احنا منحاول نتناقش عليها دلوقتي هل ده يعتبر تصليح لفكرة انه كان مفوض أصلا الدستور أولا؟ هو طبعا فيه اتفاق عام في كل دول العالم في كل الصورات وده مش اختراح احنا شفنا دول أمليكرة اللاتينية كلها دول أوروبا الشارقية دول اللي سبقتنا في الصورات ان الشيء طبيعي ان الناس ترسم الملعب الأول وبعدين تبتدي الأحزاب والقوة السياسية تنزل تلها احنا للأسف اتفرض علينا فرض انه تم تأويل الاستفتاء واتخدت التمن مواد وبقدرة قادر بايت اعلان دستوري 63 مادة وتغيرت الخريطة فاحنا بنعاني ان احنا اخطأنا في الطريق السليم من البداية اخطأنا بنحاول نصلح ده دلوقتي بنحاول نصلح ده ليه لان نفس القوة السياسية اللي فرضت علينا نتيجة الاستفتاء هي اللي بتحاول ترجعنا على الأقل مئة سنة للخلف عشان نناقش هوية الدولة المصرية فاضطرت القوة السياسية وانها تطرح فكرة الوثيقة واضطرحت الفكرة الوثيقة في شهر اغسطس وتم الموافقة عليها من 42 حسب يعني هو قوة وقوة وقوة سياسية وكان الهدف منها ان احنا نضمن انه المجلس القادر ايا ما كانت الاغلبية اللي فيه فهي لا تستطيع بأي حالة من الاحوال انها تضع الدستور الدستير في كل دول العالم توضع بالتوافق الوطن الواسع وليس بالاغلبية لكن للأسف احنا لقينا قوة وكانت بعيدة عن العمل السياسي بتحاول تفرد هوية الدولة المصرية من جديد ده عمل حالة من الهلع لدى القوة الليبرالية لدى القوة الاشتراكية لدى القوة القومية حسبوا بالرح احنا مش هنغير مصر في يوم وليل ولا ان مصر كانت كفرة في 1400 سنة اللي دخل فيهم الاسلام عشان نقول النهاردة ان احنا بنعيد هوية الدولة المصرية خلصنا من هذا الاطار ووصلنا الوثيقة وتم الاتفاق عليها الازهر الازهر بقى اللي هو يعني بيمثل الاسلام المعتدل في الدنيا كلها عمل وثيقة ووقعت عليها الاحزاب الاشكالية بدأت لما تقال ان يبقى فيه الزام لهذه الوثيقة اول ما بدأت فكرة الالزام يعني كله كل القوة المعادية ما احنا بنعمل وثيقة ليه و بنمضي عليها علشان تبقى نعلقها على الحيطة ده شيء طبيعي احنا ما نلزمش ما نصدرش على الاراضة الشعبية احنا صحيح يعني ما فيش حد مننا يستطيع ان هو يلزم الاراضة الشعبية بحاجة والبرلمانات هي اللي بتعمل كل حاجة لكن الشئ الطبيعي انه فيه تعاقد بين اطراف العمليات السياسية في مصر توقع تلتزم احنا كنا اللي بنقوله ان اللي يوقع على الوثيقة يلتزم بمجاقة في الوثيقة صحيح مش طالبين احنا نلزم من رأي العام ولا نلزم من شعب المصري بحاجة طيب سيد محمد انا هرجع تاني للبنود اللي حداتك قلت ان يعني عليها اعتراض من القوص السياسية المختلفة انا هتلع حوارنا عن التارات الاسلامية لان هما زي ما قلت في الاول هما معترضين عن الوثيقة بشكل عام اتعدلت ما تعدلتش من قبل ما يعرفوا ايه بنودة هما كانوا معترضين عليها انا هزا كلم عن القوص السياسية اللي عندها اعتراض على المواد معينة منها تحديدا مادة تسعة وعشرة اللي هي لقب الجيش سلطاته على على مؤسسته الداخلية وكمان الميزانية هسا على الميزانية اولا في العالم كله ميزانية الجيش مش محلنة كده يعني اي حد بيشوفها يعني بتبقى برضو حاجة خاصة اذا بيصنف بقى امن قومي معرفش ولا بيصنفوها خصوصية لأسباب كتيرة انا هجاب على حضرتك على السؤال ده بس قابليه انا عاوز اتكلم في حتة الالزام اتنا لما بنقول ان الوثيقة ده يتملزمة اللي هيوقع عليها ده مش معناها ان هي ملزمة للشعب المصري ده ملزمة للجمعية اللي هتحط الدستور ان هي متخرجش عن المبادئ الاساسية المحددة للدولة المصرية اللي هي المواطمة والعدالة الاجتماعية والمساواة جميع الحقوق الانسانية اللي محدش يختلف عليه وفي كل الاحوال ده برضو مش ملزم للشعب المصري اللي هينزله الدستور ده في استفتاء يقدر يقول عليه اه ويقدر يقول عليه لا وبالتالي هي مش ملزمة انما هو التزام ادبي ان فيه تخوف وفيه ازمة ثقة في المجتمع ما بين افراد كتيرة جدا احنا عاوزين نحل ازمة الثقة دي نحلها ايه بالتزام ادبي احنا قبل ما نعود عشان نكتب دستور مصر اللي هنمشى عليه عشرات السنين نبقى متوفقين مع بعض نبقى متفقين ان احنا عندنا مقاومات اساسية للدولة تمام نيجي للجزء اللي هو البند التاسع والعاشر اللي هم بتوع الجيش الجيش برضو احنا عندنا مشكلة وهي ان احنا الثورة قامت على نظام كان قائم على حكم عسكري وتحول الى حكم بوليسي مع الوقت بتدخل بقى السلطات وتدخل رؤوس الاموال والحاجات ديات كلها تحول الى نظام حكم بوليسي نظام امني جدا وهو ده اللي خل السورة تحصل بالشكل اللي هاصل وبالتالي مش مقبول عند ناس كتيرة جدا وجهات كتيرة جدا ان احنا نعيد تجربة تانية مرة اخر وبالتالي هنا علشان برضو ازمة الثقة وعشان ازمة الثقة ما تزدش ما بين الشعب وما بين الجيش يعني احنا كنا بناتمنى ان المواد اللي ليها او اللي بتدي امتيازاتك اكتر للجيش ما تبقاش موجودة في حاجة زي كده الوثيقة اللي احنا بنقول عاوزين نتوافق عليه مش عاوزين نختلف عليه ما فهم حتة الميزانية ان هي بتناقش في سرية محدش معترض على ده محدش قال ان الميزانية هتعرض فجرنون يعني اه بس هيا الفكرة نحدد مين اللي نقشها ما ينفعش المجلس الاعلى لقوات المسلحة هو اللي نقشها لواحده اصلا ما ينفعش ما هيبه كده ما فيهاش منقش لان هو اللي هيحط اصلا الميزانية وما ينفعش حتى كمان المجلس القومي الوطني للامن او المجلس القومي الامن الوطني هو برضو اللي نقشها لان انا لغاية دلوقتي انا مش عارف تشكيله ايه يعني هو مش واضح تشكيله ايه انما احنا بنقول ان هو تناقش في البرلمان بسرية في جلسات سرية يتعمل لجنة معينة عام جوة البرلمان مصر احنا بنتكلم لما نيجي نتكلم عن خصوصية القوات المسلحة احنا كلنا ما فيش جدال عشان ما حدش يزايد علينا احنا بنكن كل الود وكل التقدير للجيش المصري الوطني اللي وقف مع الثورة واللي حرر الاراضي المصرية ما فيش فيها جدال لكن في كل دول العالم بتبقى لها خصوصية لها خصوصية ليه انت بتتكلم عن اسلاح بتشتريها بتتكلم عن ابحاث تجرى في اغلب دول العالم بيبقى فيه نظام بيجمع احنا داخل مجلس الشعب عندنا لجنة اسمها لجنة الامن القومي وعندنا لجنة المالية في الغالب بيجتمعوا الاتنين او بينتخب اعضاء منهم وبيقسموا قسم خاص وتبقى مهمة اللجنة دي هي اللي تطلع على المزينية وتأسماتها الخاصة بالقوات المسلحة لكن لا تطرح لا تطرح لا على العامة ولا في الصحف ولا على مجلس الشعب او البرلمان في مجمال بشكل عام يعني تعرض على لجنة خاصة بقسم خاص بيمين خاص هي دي اللي تطرح على المزينية لكن المزينية تعرض على البرلمان كرخم واحد ما يبنش جواه كرخم واحد يعني اجمالا يعني مثلا مليون ايه سين مليون ما اقولش انا بقى ما استمهاج بقى ما اقولش ان فيهم المليون دول فيهم نص مليون حشري بيهم سلاح وفيهم ربع مليون هعمل بيهم ابحاس ما يتقلش التفاصيل لا ما يتقلش التفاصيل التفاصيل دي تبقى اختصاص اللجنة دي هي اللي تطلع عليك بشكل او باخر بشكل او باخر فيه سرية حتى في اعظم دول العالم يعني الولايات المتحدة الامريكية بيقولك رقم واحد لكن لجنة الامن القومي ولجنة المالية هي اللي بتعرف تأسمتها تأسمتها شكل ايه لازم يبقى مجلس الشعب ليه دور ولازم نخط في اعتبارنا السرية والخصوصية حفاظا على الامن القومي وحفاظا على صلوات البلاد ده امر طبيعي ففي التعديلات اللي حصلت او كلام اللي عمل نسمعه بيتنطور كده اللي احنا مشاه فيه في الاخر وثيقة في النهائية عاملة ازاي يعني بيبقى اعتقد اتقال انه البندين دول تحديدا هيتم ارجعهم لما بعد لجنة سيوات الدستور كلام ده صحيح نتمنى ما هيكلها اخبار لا يعني احنا اتفقنا نهاية الحوار وده كان الكلام من الوزراء الدكتور مونير ودكتور عماد بما ان الناس كلها مختلفة على المادتين دول فيحصل حاجة من الاتنين يا اما يتم ارجعهم زي ما حدثتك بتقولي يا اما يتم تعدلهم بما يتناسب مع الناس كلها تمام وما اتفقدوش ايه اللي هيحصل فيه لا يعني ما هو ده كان كانت جلسة حوار يعني ما كانش فيها يعني قرارات نهائية تمام ده يقلق ليه احنا دخلين على الانتخابات وانتخابات تفتقد لبعض المعايير اهمها الامن احنا احنا محتاجين امن للناخد ومحتاجين امن للمرشحين ومحتاجين امن للي بيدير اللي عملية الانتخابية نفس اذا لم تتوفر هذه العملية يبقى نتيجة الانتخابات ايا ما كانت هتبقى محل شك وده معناها انه اي فصيل يحصل على اغلبية ويتوهم وقتها انه هيعد الدستور هيتم التشكيك في نتيجة الانتخابات لان احنا لما نيجي نتكلم عن الانتخابات لازم يبقى فيه مناخ ديمقراطي مناخ من الثقة مناخ من الامان عشان النتائج تعبر فعلا عن الرأي العام المصري لكن في ظل الظروف الحالية انا اتخوف ان كل نتيجة الانتخابات لا تعبر عن المصريين انفسهم خاصة وان احنا عندنا الاول مرة نظامين انتخابيين لو حسبناها تقريبا تلت اللي ليهم حق الانتخاب مش هي الحق مش هي الحق ده على اقل على اقل تقدير على اقل تقدير نضع في الاعتبار بقى ان بعض القوة السياسية بتقول ان احنا حنبات قدام اللجاء بعض القوة السياسية تقولك احنا حنعوق الناس انها تخش تخش اللجاء ده معناها انه نتيجة البرلمان نتشكك في انها ما تكونش معبرة عن رأي الغالبية المصريين عشان كده الناس خايفة وعايزة يبقى فيه من البداية فيه توافق حوالين الوثيق اللي احنا بنأجله النهار ده احنا بنأجل المشكلة ما بنحلهش تمام نفس نفس اللي احنا عملناه في فبراير احنا حنرجع نعمله في نوفمبر حنعمله في مارس القادم لا احنا محتاجين في بعض الاحيان في بعض الاحيان نتفهم رأي الشعب المصري لكن لا نقبل البلطاجة السياسية يعني مش ممكن ان كل الامور تمشي بانه تهديدات بصفة بصفة مستمر لانه لانه المصريين كلهم يجب ان هم يمثلوا في هذا الاطار فكرة التأجيل انا اعتقد انها فكرة مش حكيمة لكن فكرة اعادة الصياغة امر وارد لان احنا كلنا يعني تلاتة وعشرين مادة في عشرين مادة تم الاتفاق عليهم اه في مادتين ونص عليهم خلاف يمكن التوافق حولهم يعني اول اول عبارة ان اتشالت ان الجيش لا يحمل دستورية لان الشعب هو اللي يحمل دستورية يعني ده انجاز عظيم ده انجاز عظيم ده انجاز عظيم يحسب للقوة السياسية كلها لكن فكرة التعنت وفكرة ان الناس طبعا وفكرة ان الناس يقول حننزل حننزل سواء انا تعدلت او ما تعدلتش احنا كده مش بنحل المسيكلة ده هارجع تكلم على ده بس انا ايز عرف بقية البنود اللي كان عليها حوار وقت الاتماع مع الوزراء كان البند التاسع والعشر اه مش دولا كانوا كده وكان فيه تفاصيل في لجنة المية لا كان فيه كمان البند الرابع الحقيقة كان فيه حتة اللي هي بتتكلم جزء بتكلم على توزيع لا على الاحزاب على انشاء الاحزاب كان موجود اللي هو النظام السياسي للدولة الجمهوري ديمقراطي يقوم على التوازن بين السلطات وتدول السلم للسلطة ونظام تعدل الاحزاب شريطة ألا تكون على أساس ديني أو جغرافي اللي كانت موجودة قبل كده شريطة ألا تكون عضويتها اه مش أساسها مش أساسها وبالتالي المبادئ المبادئ الأساسية بتاعة الحزب انه هو قائم على أساس عرقي وديني أو كلم من دا ولكن نختاره بشكل مختلف فضيئة تشيلت وضيئة حاجة كويسة طبعا يا ده التفاصيل في كلمة بتفك اه طبعا ده كلمة ده دستور ده دستور طبعا يعني في حاجة تانية عليها كان فيه طبعا الجزء اللي هو أنا كنت بتعتقد كان فيها العدلة الاجتماعية كان فيها العدلة اجتماعية وضيفة وبرضه كان اللي هو بالنسبة للجيش اللي هي اللي تخص الجيش اتشال برضو ان هو دون غيره كان المفروض الحاجة ان هو يأخذ رأيه دون غيره فدون غيره ديت معناها المجلس الشاب مالوش دعا بالزبط انما دلوقت كده ديت ديت شالت ديت شالت اه ديت شالت